اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وخلال اجتماع آخر لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وجه السيد الرئيس باستمرار الالتزام بأعلى معيير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كما عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأنه تم خلال الاجتماع عرض موقف انتقال الوزارات والهيئة الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتجهيزات اللازمة التي تمت في هذا الصدد حيث انتقلت بالفعل أكثر من مائة جهة حكومية منها ثلاثون وزارة والعديد من الجهات التابعة لممارسة أعمالها من العاصمة بأعداد تصل إلى أربعين ألفا من الموظفين والعملين وفي هذا السياق تم كذلك استعراض تطورات الأعمال الجاري لانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة بما تشمله من مرافق وطرق ومحاور وأحياء سكنية ومناطق تجارية واقتصادية كما تطرق الاجتماع إلى استعراض تطورات نمو إرادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة حيث تم التجديد على أنها لم ولن تحمل ميزانية الدولة أي أعباء بل تحقق عوائد كبيرة للدولة بالإضافة إلى سداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولة فضلا عن الدور الذي تقوم به في تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وتناول الاجتماع كذلك الدورة المجتمعية للشركة خاصة في ظل المبادرة التي يرعاها السيد الرئيس لتخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة اتصاقا مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمات المتوفرة بها وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس وجه باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذا التقييم المستمر للحركة المرورية داخل العاصمة لضمان سيولتها وكفاءتها في ضوء النمو المضطرد لحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والتجاري بالعاصمة